السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة يا أخوانا ونحن في شهر رمضان والناس بتقبل على عبادة ربنا سبحانه وتعالى وبتكثر فيه العبادات والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع الطاعات والعبادات دايما بيخطر في بالي سؤال مهم جدا حبيت أن أنا أشارك معكم هذا السؤال ونحاول أن نحن نجاوب عليه مع بعض أكتر ناس في هذه الأمة بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى يعني بيعملوا عبادات كتير جدا جدا مين هم؟ يعني فكر كده أكتر ناس بتعمل عبادات في هذه الأمة هم مين؟ تخيل أني مش الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا ده في ناس كانوا بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى أكتر من الصحابة وهم الجماعة اللي سماهم السلف الخوارج الخوارج دول بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى أكتر من الصحابة أكتر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة اللي تعرفوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقلون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وعبادتكم إلى عبادتهم يعني معنى كده إن الصحابة رضي الله عنهم لما يشوفوا الخوارج وهم بيصلوا وهم بيصوموا وهم بيقرأوا القرآن وهم بيذكروا الله وهم بيعملوا عبادات كتير جداً الصحابة يظنوا إنهم ما بيعبدوش ربنا من كتر العبادة اللي الناس دول بيعملوها معنى الكلام ده إن الناس دول مقبلين جداً على العبادة مقبلين بشكل غير عادي على العبادة أكتر كمان من الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك مع إن الخوارج دول بيعبدو ربنا سبحانه وتعالى عبادة كتير جداً صلاة وصيام وصدقة وذكر وتلاوة قرآن وقيام ليل وكل الكلام ده ومع ذلك هذه العبادة لم تنفعهم عند الله عز وجل شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الخوارج قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية تعرف الناس اللي بتضرب بالسهام دول شوف انت لما يرمي السهم هل بيبقى حاجة من السهم في القوس ولا كل بينفد كل بينفد يعني معنى كده إنهم لا يحصلون من الإسلام شيء تخيل بقى الناس دول على كثرة عبادتهم وعلى كثرة طاعاتهم ومع ذلك هذه العبادة لا تساوي شيء بيصلوا كتير جدا وبيصوموا كتير جدا وبيتصدقوا كتير جدا وبيذكروا الله كتير جدا وبيقرأوا قرآن كتير جدا جدا ومع ذلك كل العبادة دي لا تساوي شيء تساوي سفر هي والعدم سواء لم تنفعهم شيء بالله عليك أليس يعني هذه الحالة الغريبة حالة استدعي الاهتمام والانتباه واني احنا نفكر ازاي يعني ازاي اخوانا كده زاي الناس دول بيعملوا العبادات الكتير دي يعني احنا اي حد فينا عايزي بقى كويس يقولك ايه يقولك والله يا نفسي يعني اقدر اقوم الليل على طول واصوم يوم وافطر يوم او اننا اختم القرآن كل ثلاثة ايام مرة او اننا لساني لا يفطر عن ذكر الله نفسي اقبل على عبادة ربنا سبحانه وتعالى كل ده هم او شغل كل واحد فينا عاوز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى عايز يحصل على الدرجات العلا من الجنة عايز يأتي يوم القيامة في منزلة عالية جدا فكره بيروح لكده ان انا عاوز يبقى عندي عبادة كتير جدا علشان ربنا يحبيني ويرضع عني ويقربني واكون في المنازل العليا في الجنة واكون في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فدمغنا كلنا بتروح للتفكير ده لا يا اخي تخيل بقى ان الحاجات دي لو عملتها مش بالضرورة انك تكون في منزلك ويسع عند ربنا ومش بالضرورة ان ربنا يرضى عنك ويحبك ويقربك وانك تكون مع النبي في الجنة لا لا مش بالضرورة ولكن في حاجة اهم من ده في حاجة مش بس العبادة هي المهمة لا في حاجة تانية اهم من ده اللازم تكون موجودة مع العبادة علشان العبادة دي تكون ليها قيمة وتكون فعلا مقربة الى الله عز وجل وتكون فعلا موصلة الى مرضات الله ربنا سبحانه وتعالى يرضاها منك ويحبك عشان بتعملها لابد مع العبادة دي من شرط مجرد العبادة الصلاة لوحديها الصيام لوحده الذكر لوحده تلاوة القرآن لوحديها مش بالضرورة ان ده يقربك من ربنا سبحانه وتعالى وإلا كانت قربت الخوارج ما هو الخوارج جلول بيصوم 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 صلاة صحيحة وبيصوم صيام صحيح وكل حاجة باركانه وشروط وكل شيء وبيجتهدوا في العبادة غاية الاجتهاد ومع ذلك هذه العبادات مش نفعاهم ما قربتهمش من ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة الموضوع ده شغلني جدا وفكرت فيه كتير جدا ايه السر ايه السبب ان الناس دول بيصلوا بيصوموا بيعملوا عباداتوا مع ذلك العبادات دي مقربتهمش من ربنا الحقيقة يا اخوانا لما نيجي نفكر في شخصية الخوارج اهم صفة عند الخوارج ايه هي يعني نفكر معايا كده اهم صفة موجودة عند الخوارج ايه هي اهم صفة موجودة في الخوارج هي قسوة القلب قساوة القلوب خوارج دول ناس شايفين الناس كلهم دخلين النار خوارج دول مو الخوارج دول عقيدتهم قائمة على ايه قائمة على تكفير الناس قائمة على تكفير الناس ان كل واحد بيعمل معصية يبقى كافر يكفرون بالكبائر وبعدين بيستحلوا بقى الدماء مش بس ده كافر طب كفروا سيبوا لا ده انا اكفروا وادبحوا كمان قطاير رقبتهم فهم عقليتهم كده اللي هو بينظر الى الناس بهذه النظرة نظرة العداوة ونظرة الغل والحقد والكره ان هو قلبه في هذه القساوة هذه المعاني من الغل والحقد والكره والسواد تجاه الخلق فهو بيحكم على افعال الناس كأنه خلاص هو قسيم الجنة والنار انا اللي اقول مين يخش الجنة ومين يخش نار طب ما تسيبوا الربنا لا انا اللي اقول مين يخش الجنة ومين يخش النار ومش بس اسيبه كمان لما يموت ويخش النار لا ده انا اموته من دلوقتي عشان يروح النار بدري مش لسه هستنى بقى لما يموت لا انا اللي اموته بايدي عشان يلحق يروح النار وكأن النار هتقفل مثلا حاجة عجيبة عقلية الناس دول العقلية ديت هذه الحالة من القساوة القلب انت متخيل هذه العقلية يعني مثلا هضرب لك مثال انت عرف عبد الله بن خباب بن الأرد رضي الله تعالى عنه هو صحابي وأبو خباب بن الأرد صحابي رضي الله عنه كان عائد من الغزو في سبيل الله فماشي معاه زوجته سمع صوت الأذان فأما هؤلاء الناس علشان يصلي إذا بهم مجموعة من الخوالد فلما أقبل عليهم أخذوا قالوا من أنت قال أنا عبد الله بن خباب من أنتم يا إخواني قالوا لسن بإخوانك أنت أخ الشياطين أنت عبد الله بن خباب بن أرد صاحب رسول الله قال لهم نعم قالوا ما تقول في أبي بكر وعمر فأسنى عليهم خيرا ما تقول في عثمان وعلي فأسنى عليهم خيرا فقالوا أنت متبع للهوى أخذوا رضي الله عنه فقتلوا ذبحوا ذبح وقتلوا امرأته وبقروا بطنها وكانت حامل رضي الله تعالى عنه وعن زوجته تمتخيل يا أخي العقلية دي الفكر ده الناس دول بقى لما يعملوا كده وبعدين يصلوا يقوموا الليل ده لا يساوي شيء هو والعدم سواء ملوش قيمة لما يعملوا كده ويصوموا النهار مالوا قيمة لما يعملوا كده ويعولوا يكلوا القرآن مالوا قيمة لما يعملوا كده ويعولوا يذكروا الله عز وجل ذكرا كثيرا مالوا قيمة لأن هذه العبادات يا إخوة لها معنى لازم نفهم ده كويس العبادات دي مش مجرد أفعال تؤدى مش مجرد امتناع عن الطعام والشراب والشهوة يبقى اسمه صيام مش مجرد قيام وركوع وسجود باسمها صلاة مش مجرد كلام بيتقال باسمه ذكر أو تلاوة قرآن لا العبادات دي لها معنى لابد أن هذه العبادات يكون لها مردود على العبد المتعبد لله عز وجل يكون لها أثر على القلوب وده أصلا معنى العبادة أنت بتصلي ليه وبتصوم ليه وبتتصدق ليه كل عبادة من هذه العبادات لها معنى الصيام ليه معنى عظيم جدا وهو التحكم في شهوات النفس وكسر متابعة الشهوات وتغلب الشهوات على الإنسان تبقى أنت اللي متحكم في شهواتك مش شهواتك هي اللي متحكمة فيك الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة دي معنى التذلل والخضوع والانكسار لله عز وجل تضع أنفك على الأرض وتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى وأقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد الزكاة فيها قطع حظ النفس أو كسر حظ النفس في الممتلكات إن ما لك اللي أنت بتملكه دو تطلع أنت برغبتك أو بإردتك وتدي لناس ما تعرفهمش وما يربطكش بيهم حاجة ففي كسر هذا التملك كل العبادات كل العبادات لها مرضود على القلب تعود على القلب بإيه بالرقة تعود على القلب بالرقة أن القلب يكون رقيق ويكون العبد قلبه في انكسار لله عز وجل ويكون في محبة الخير للناس ومحبة الخير للخلق أنت تعرف الحديث الأرواب المبارك في كتاب الزهد وصح الشيخ الألباني حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع عليكم رجل من أهل الجنة فخرج طلع عليهم رجل يمسك نعله بشماله وينفض لحيته بيمينه كانوا مثلا لسا متوضي أو حاجة دخل فصل ثم خرج فتاني يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم أو يطلع عليكم رجل من أهل الجنة إذا بنفس الرجل تالت يوم إذا بنفس الرجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يطلع عليكم الساعة رجل من أهل الجنة الرجل ده ثلاث مرات النبي يقول هذا الرجل من أهل الجنة وهو رجل محدش عارف اسمه حتى إيه يعني حد ليس من مشاهير الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الله بن عمر مش قادر يستوعب الراجل ده اللي احنا حتى ما نعرفوش يطلع مين ده علشان النبي يقول عنه ثلاث مرات من أهل الجنة وإحنا قاعدين هو تحاول أكابر الصحابة فمين الراجل ده فيأتبعه عبد الله بن عمر رضي الله عنه ويقول كان بين أبي شيء فلا حيته فأقسمت ألا أبيت عنده ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني هذه الثلاث حتى يحل يميني فآواه دخل أعد عنده ثلاث يام بيعمل إيه عن مال بيراقب بأكل تصرفات الرجل وجد إن الراجل عبادته عادية خالص قال لم أجده يقوم من الليل شيء أو يعني يفعل عبادات زائدة عن العبادات اللي الصحابة بيعملوها بيصلي الصلاة العادية بيقوم القيام العادي عادي زيه زي البقيين فعبد الله بن عمر مش قادر يستوعب الراجل ده سبق البقيين بإيه عشان يستحق إن النبي عليه الصلاة يشهد له بالجنة ثلاث مرات يطلع مين ده عمل إيه يعني فلما انتهت الفترة بيقول لهذا الرجل قال إنه كان من الأمر كذا وكذا فأخبرني قال ليس من الأمر إلا ما رأيت ما عندي عبادة بعملها أكتر من اللي انت شفته اسمع بقى قال غير أني أبيت وليس في قلبي غل أو حسد لأحد من المسلمين ليس في قلبي غل أو حسد هذا الرجل نقي القلب يبقى العبادة اللي بيعملها حتى وإن كانت قليلة في معناها أو في مبنائها حتى وإن كانت قليلة في مبنائها في عددها يعني ولكنها عميقة الأثر في معناها إن هي أسرت في قلب الرجل ده لأن في الآخر خالص كل العبادات دي مرجعها إلى إيه؟ إلى القلب إلى نقاوة القلب أو إلى صفاء القلب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضعه؟ إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب؟ وأشار إلى قلبه عليه وسلم قال ألا إن التقوى ها هنا؟ ألا إن التقوى ها هنا؟ ألا إن التقوى ها هنا؟ فكل العبادات اللي أنت بتعملها لازم يكون لها مردود على القلب بتصلي بس الصلاة دي ملهاش تأثير على القلب مش هتنفعك بتصوم الصيام ده ملوش مردود على القلب مش هينفعك بتذكر وبتقرأ قرآن ولكن تجد في قلبك حسد لإخوانك وغل لإخوانك وتمني زوال النعمة عن إخوانك وتتمنى الشر لعباد الله عز وجل ولما تختلف مع حدي يبقى عندك تبقى عايز تقطعه وتفرمه لإنك اختلفت معاه في مسألة ويبقى عندك هذه الحالة من القساوة القلوب قساوة القلب القلب القاسي الغليز الشديد النبي عليه الصلاة والسلام جاء فهذب طباع هؤلاء الأعراب الصحابة دول كانوا بده رعاة إبل النبي عليه الصلاة والسلام هذبهم مرباهم مؤدبهم معلمهم حتى صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك الغليز القاسي الذي كان يضرب به المثل في قساوة القلب والغلظة والشدة صار من أرق الناس قلبا من أرق الناس قلبا كان يسمع الآية من القرآن فيمرض تخيل بقى واحد بيمرض يظل شهر مريض نايم في الفراش لنسمع قارئ بيقرأ وطور وكتاب مصطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما قدرش يستحمله قعد شهر عيان مريض نايم في السرير مش قادر يقوم من تأثر بالآية ده عمر بن خطاب اللي الدموع عملت خطين في خدوده من كسرة بكائه رضي الله تعالى عنه هذا القلب اللي بقى من أرق ما يكون فهو ده المعنى معنى العبادة يا خون فوحنا في شهر رمضان وفغير بقى شهر رمضان نتعبد لله عز وجل اوعى تنسى المعاني دي إن مجرد العدد ده مش هيفيدك كتير مجرد العدد إن انت بأعمل بترص أعداد ده مش هيفيدك كتير إنما اللي هيفيدك إن العبادة دي كلها مرضود على قلبك إن يكون فيه مرضود إن قلبك يكون قلب طيب قلب رقيق بيتأثر بكلام الله عز وجل ويوقاف عند حدود الله عز وجل وتنظر إلى الناس بنظرة الشفقة والرحمة ومحبة الخير ليهم لما تجد حد بيعمل حاجة كويسة تقف وراه وتسعده وتسنده وتبقى مخلص لله عز وجل في كده لما تلاقي حد بيعمل حاجة وحشة تدعيله لما تكون في حد بيعمل حاجة وحشة تدعيله وتخصه بالدعاء في قيام الليل إن ربنا يهدي الإنسان ده انت متخيل هذا المعنى هو ده المعنى اللي كان عند النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عبد الله بن أبي بن سلول فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته جاء ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقام ليصلي عليه فوقف له عمر أخذ بثيابه قال تصلي عليه وقد نهاك ربك فقال إن ربي قد خيرني فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم لفظ البخاري ومسلم في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام وسأزيد على السبعين سأستغفر له أكثر من سبعين مرة رجاء أن يغفر الله له فنزل تل آية بعدك طبعا راح صلى عليه وكفنه في بردتي فنزل بعد ذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري ولكن شوف الحالة اللي كانت عندي النبي ده عبد الله ونزل ده هذا النبي أذى ما فيش بعد كده هذا أذى يعني طعن في عرضه أذى أذى يعني أكيد عارفينه من تتبع السيرة النبوية وقراءة السيرة تعرف عبد الله ونزل ده كان مجرم أد إيه وكان مؤذي أد إيه ومع ذلك شوف قلب النبي عليه الصلاة والسلام فياخوهنا العبادة ليها مردود على القلب الخوارج كانوا بيعبدوا بس العبادة بتاعتهم دي ما كان لهاش مردود على القلب كانوا بهذه القسوة هذه الغلزة هذه الشدة هذا العنف فمن أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي كل الصلاة دي ملهاش قيمة كل الصيام ده كل العبادة دي كل الذكر ده كل ابتلاو لا تساوي شيء هي والعدم سواء لم تنفعهم بشيء ليه؟ لأنه ملهاش مردود على القلب فإنت يا أخي لازم تراعي المسألة دي وإنت بتصلي هل ألبك بتغير؟ بتحس أن ألبك بقى أرق بقى عندك هذه المعاني الإيمانية متخللة لقلبك بقى عندك حب الخير للناس وعندك رحمة بالعباد وعندك شفقة بالعباد وعندك تأثر بكلام الله عز وجل وعندك رقة في قلبك واللي لا قلب غليظ وقاسي وخشن وكده لازم تراعي المسائل دي هي دي لب العبادة هو ده لب العبادة والهدف من كل هذه العبادة أن تطهر وتنقي هذا القلب أسأل عز وجل أن يجعانا وإياكم من الصالحين بأن يجعانا وإياكم من المقبولين جزاكم الله خيرا وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته